اذهبوا الى عمود على الهواء مع الأستاذ حسين خوجلي مرحبا بكم أستاذ حسين بسم الله الرحمن الرحيم عزيز المشاهد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونعاود في هذا اليوم الذي أرجو أن يكون طيبا وسعيدا عمود على الهواء وفي مدخله يمكن أن نبث باختصار ما تجمع في الزاكرة قبل دقائق من أخبار اتصل بي أحد الأخوة الأخيار من الأنصار يسأل عن صحة الإمام الصادق المهدي في الأمارات العربية فقلت له آخر ما وصل من أخبار بأنه عبر اليوم الثالث عشر والأطباء يفتكروا أنه مجرد عبور هذا اليوم ينبي بأن الحالة مقبلة على شفاء كامل وقمت قلت له من الله طايف أن السيد قام بكتابة مقال بعنوان أظنه فقه السعادة والمشقة فالسيد إذا كتب أو تحدث بتبقى دي علامات عافية ونرجو أن يعود إلى بلاده وأهله وشعبه يعني بصحة وعافية لأن حقيقة البلاد محتاجة لأبنائها الكبار وحكمائها والسيد نشهد له بتجربته وصبره وحكمته بأنه من حكماء بلادنا من الأخبار التي جالت في البالة وجالت في المواقع والأسافير والقنوات أن الرئيس الوثيوبية أبي أحمد قام بإقالة وزير القائد الجيش ومدير المخابرات ووزير الخارجية يبدو أن الأزمة سياسية تستحكم في وثيوبيا الشقيقة وكذلك الحرب على الأرض تستعر فنرجو السلام لهذا الشعب الصابر ولهذه الأمة الجارة ونرجو أن يعودوا إلى صواب السلام فقطعا بالحرب الجميع خاسر أيضا من الأخبار التي يمكن أن تقال في هذا المقام أن السيد الفريق البرهان رئيس المجلس السيادي والسيد حميتي فريق حميتي نائبه والسيد رئيس الوزراء حمدو قد كتبوا تغريدات مرحبين ومهنيين جو بايدن بمرحلة جديدة ويفتكروا أنه تتشابه المقولات والرجعات في أن يتواصل الصلة بين الحكومة السودانية والحكومة الأمريكية في عادة الجديد من أجل علاقة استراتيجية وعلاقات قائمة على الندية ما زال الرئيس الإسرائيلي نتنياهو متوقف عن الإدلاع بأي تصريحات أو تهنيات متعللا بأنه حتى تعلن النتائج بطريقة رسمية متجاوزا كل الرؤساء العالم والمنظمات الذين أشاعوا علنا ترحيبهم بالإدارة الأمريكية الجديدة ومهنيين الرئيس جو بايدن بتوليه المنصب شرعيا ولو بعد حين من أخبار الإعلام والصحافة في بلادنا أنه الآن تجري ندوة عاصفة عن الموات والإشكالات والتعقيدات التي تجابها الصحافة السودانية في هذا العهد وخاصة بأنه كثير من المؤسسات الصحفية انهارت والباقي على وشك الانهيار وللأسف تم تسريح كثير من الصحفين الذين يعيشون حياء صعبة جدا ليس في ملء الأقلام بل في ملء البطون وإعالة أسرهم خاصة بأننا قرأنا بأن صندوق الإسكان قد وجه خطابات انزار لكثير من الصحفين الذين تملكوا بعض البيوت وعجزوا عن تستيد الأقصات الشهرية التي عليهم تحدث في ندوة أزمة الصحافة السودانية بالزميلة التيار الأخ عثمان مرغني والأخ محمد وداعة والأخ ومجموعة من الصحفين الآخرين يعني أجمعوا بلا استثناء حضرها وكيل وزارة الثقافة ووزير الثقافة وأجمع الصحفيون بأن يحن كل الصحافة تعيش الآن في الرمق الأخير تقلص التوزيع تقلص الأداء تقلص أهل الصحافة أنفسهم ومصحاب المهنة ووصل التوزيع الحد الأدنى واكتسحت الصحافة الإلكترونية الواقع والظروف الاقتصادية لا تسمح بهذا الازدهار الذي يتمناه الجميع بل أنه قارنوا بينها وبين فترة الإنغاز وقالوا بأن الإنغاز كانت الصحافة السودانية في أزهى أيامها أهل أخي وثمان مرغني قال بأننا كنا نطبع قرابة السبعين ألف نسخة كنا نوزع أكثر من تسعين في المئة منها والسبب الأساسي قال أنه يعني كانت أبواب وكانت هواتف ومكاتب المسؤولين مفتوحة لأي تصريحات لأي تساؤلات لأي حوارات عكس الفترة الحالية قال كل المسؤولين من أعلى الرئاسة إلى أدنى أصحاب الكفاءات والمسؤوليات قال أغلقوا هواتفهم وأبوهم تماماً أمام الصحافة بل أن الأخ محمد وداع الزعم قال حتى الطبيع الذي كان يمكن أن يكون مسار جدل ومقالات وتداخل وكذا أعلن بليل وانتهى الأمر ف يعني هي لم تكن لم تكن ندوة ولكن أعتقد بأنها كانت كانت حركة دائبة نحو المقابر لدفن الصحافة السودانية للأسف بمثواها الأخير مثل ما دفنت كثير من المكرمات في هذا العهد الذي حير أهل الشيبي والولدان ما زالت ما زالت ما زالت على الأسعار يسيطر على الساحة ما زالت كثير من أهل السودان قد لزموا بيوتهم لأنه مجرد الحركة أصبحت تحتاج لسروة الكورونا تتمدد بأكثر من 143 حالة وربنا تجيب العواقب سليمة من الأخبار السياسية التي شغلت الواقع السياسي الآن هو انسحاب الحزب الشيوع السوداني من من التجمع ومن الحرية والتغيير ومن الإجواء الوطني ويقفون الآن في صف المعارضة بالله الأحمر بلا مواربة والصحيح الآن يعني الأشيوعيون يقفون في المعارضة شكلاً بعد أن قضوا عام ونصف العام أو أكثر من قرابة السنتين يعيثون فساداً في الواقع السياسي والاجتماعي والفكري في بلادنا الشيوعيون من قبل الانتفاضة إلى الآن أشبع الشعب السوداني أو أشبع القيادات والقوة الحية لتحييدها وتخويفها في أكبر حملة للبزاء السياسية والاغتيال المعنوي والأدبي للكثير من الشخصيات يستخدموا حملة مدعومة من الخارج عبر أسافيرهم لإسكات الصوت الآخر كل القوى الوطنية تم إرهابها بطريقة شنيعة من البزاء والشتيمة والتخويف والفزع والأكاذيب ما لم تشهده المنطقة بل لم تشهده العالم في تاريخه المعاصر مثل هذه الحملة التي استخدمت فيها كل الأسلحة المشينة التي لا تشبه هذا الشعب الكريم ولا تشبه أخلاقه ولا مثله وقد فرغوا الكثير من الكوادر الخارجية عبر مواكب الكيبورد اللئيمة التي أخافت كل القوى الحية من أن تدلي برأيها وتقدم النصيحة لتلك المرحلة وكل شعب السوداني شاهد على الذي حدث ومن هذا المقام يعني أشيد بكثير من العلماء وكثير من الصحفيين وكثير من الكتاب من كل الاتجاهات الذين تصدوا لتلك الحملة التي حاولت أن أن تفزع كل أصحاب القلم والرأي والفكرة والإضافة في بلادنا يعني هذه قلادة من النور على أكتاف وعلى أعناق كثير من الأصوات الخيرة التي تصدت لهذه الحجمة اليسارية البزيئة الغير أخلاقية التي طالت الكثير من البيوت وطالت الكثير من العلماء وطالت الكثير من المفكرين وطالت الكثير من الأخيار وهذا هو سلاحهم يعني اضرب كل صاحب فكرة وكل صاحب مبدأ وكل صاحب صوت مغاير بكل جارح القول والأكاذيب والإفتراءات حتى لا يسمع الناس الأهم هي تحية حب وتقدير وشرف للذين تصدوا وجعلوا أعراضهم في سبيل الله جعلوا أعراضهم في سبيل الله هي تحية لكل الذين لم يصمتوا ولم يكسروا أقلامهم ولم يرتدعوا يعني إفاءة لتلك الحملة اللئيمة الشيطانية لكل أصحاب الأقلام الشريفة لكل أصحاب الأقلام الشريفة لكل أصحاب المنابر الشريفة لكل الإعلاميين لكل الشرفاء الذين يقبعون الآن في السجون وقد تصدوا عبر أبنائهم وعبر أسرهم وسيرتهم الحسنة وأمجادهم لهذه الحملة التي تتكسر الآن وتهبط وتذهب إلى درك سحيق وما تقديم الحزب الشيوعي لاستقالته وانسحابه من المشهد السياسي إلا لهذه الوقفات الكريمة والشجاعة التي وقفها أهل الوطنية في بلادنا الحقيقة داير أعلق على الانسحاب دا داير أقول للشيوعين وذكرهم التاريخ يعني لم يشهد السودان حزب مارس الانتهازية السياسية بكل هذا الخبث والجبن كما مارسه الحزب الشيوعي السوداني وأنا ما بقول الكلام دا يعني من عواهن الكلم ولا مفترى الأحاديث والإدعاة دا التاريخ يعني أنا بذكر مجموعة من الأمثلة المعاصرة خليها الأمثلة القديمة الشيوعيون مثلا قبل أكتوبر بشهر واحد قبل أكتوبر يا جماعنا داير أولادنا ينتبهوا لهذه المعلومة الشيوعيون قبل شهر واحد من سقوط نظام 17 نوفمبر بقيادة عبود وانتصار ثورة أكتوبر عارفين الحزب الشيوعي كان موقفه شنو وطنيا تجاه النظام الحزب الشيوعي كانت كوادر الأساسية يعني ناس أحمد سليمان فاروق أبو عيسى عبد الله عبيد يعني برضو مولانا القاضي الشرعي عضو اللجنة المركزية برضو كان في كانوا في المجلس المركزي المجلس المركزي ده بالمواصل والبرلمان بتاع عبود الذي قاطعته كل القوى الوطنية الحزب الوحيد الحزب الوحيد الذي شارك الحزب الوحيد الذي شارك في برلمان عبود المسمى بالمجلس المركزي كان الحزب الشيوعي السوداني وبدون أي حياة بدون أي حياة وكتوبر جات فوق راسم وهم أعضاء الرشيد نايل مولانا كان عضو اللجنة المركزية وكان في المجلس المركزي الرشيد مولانا الرشيد نايل عليه الرحمة هو كان قاضي الشرعي وكان عضو لجنة مركزية في الحزب الشيوعي السوداني كان في برلمان عبود عام أربعة وستين بعد شهر واحد سقطت النظام وده طبعا جزء من العمالة بتاعة الحزب لأنه بريزنيف عندما زار السودان أمر أمر بأنه نظام عبود ده نظام وطني وديمقراطي واشتراكي يقفوا معه وفعلا وقفوا معه ودخلوا برلمانه بعد شهر واحد بعد شهر واحد قامت أكتوبر تولوا زعمها وسرقوها كما يفعلون اليوم شهر واحد من برلمان عبود المجلس المركزي إلى قيادة حكومة جفاة العيات جروا لاتحاط الله نادي الأسازة جامعة الخرطوم بدون أي حاجة جابوا شيخ اللمين من العمال جابوا الشفيع أحمد الشيخ نفسي فلسفة صناعة الشعارات واللافتات المزيفة جابوا الشفيع من العمال جابوا اللمين جابوا فاطمة من المرأة كمية من الناس وبعدين ضربوا ضربوا حكومة أكتوبر كمية من الوزراء فاروغ أبو عيسى وزير أحمد سليمان وزير مسكوا وزارة العدل مسكوا وزارة شؤون الرئاسة للدوهي الشفيع جابوا اللمين الشيخ اللمين مسكوه بالكاد ما بعرف يخير يوقع اسمه وقوه زير الصحة حتى الأخوان المسلمين حكيت قبل كده بيحكوا قال للشيخ اللمين لما نقعد في في وزارة الصحة طبعا عبدالخالي كان عنده كراهية خاصة للأطباء قال عشان كده جابوا جابوا الشيخ اللمين ده وزير للأطباء وزير للصحة وقال أول مقاعد كان طبعا الأيام ديك نجم نجمي أكتوبر كانوا مفجر ثورته ومفجر ندوته الشهير الدكتور حسن الترابي الذي كان عائدا من فرصة وعميدا لكلية القانون فقالوا الشيخ اللمين أول مقاعد في طربيسه قال لهم جيبوا ليه ملف دكتور الترابي طب في الوقت داك تحطير الدكتورة ما كان كبير يعني سيطروا على كل أغلب الوزارات في أغلب الوزارات سيطروا عليها في حكومة جبهة العيات الأولى والتانية وهما رفعوا شعار التطهير واجب وطني صفوا كل كل خصوم كل خصوم في الوزارات وفي السفارات وفي الجامعات وحلوا أي حاجة يستولوا عليها نفس الذي يحدث الآن وبعدين بدوا يمددوا في حكومة أكتوبر بعضا سيطروا عليها شطبوا الأحزاب الكبيرة حزب الأمة والاتحادين وكذا القوى الحية الوحيدة التي كانت تحمي ظهر السودان الآن الآن زاك الحركة الإسلامية السودانية هي التي حركت الأحزاب السودانية والمظاهرات التي قامت هي التي فرضت الانتخابات التي حققت الديمقراطية التالتة التانية فأنا داير أقول أنه نفس يعني وقع الحافر على الحافر الذي يحدث الآن التطهير زي لجنة التمكين الاستيلاء على حكومة الجبهة الوطنية الجبهة الهيئات وتمديد الفترة الانتقالية لو لا القوى الحية المتمثلة في الإسلاميين كانوا لا حد حسي حاكمين بنفس الشعارات بنفس التخويف بنفس الإرهاب بنفس كل الأوضار التي يمارسونها الآن ضد شعبنا مارسوها في أكتوبر وما أشبه الليلة بالله انتهازية كاملة إنك تنتقل من حكم العسكر عام أربعة وستين ويت في برلمان والمجلس المركزي لقيادة ثورة أكتوبر ولذلك كانت أشهر الندوات أنزاك الشيوعيون وسرقة الثورات من الحياة الغريبة جدا وبعدين يعني يعني لا يستحون في تبريد مواقفهم مثلا مايو مايو الساعة وحدة صباحا الساعة وحدة صباحا الساعة وحدة صباحا يوم 24 مايو بين ليل جعفر نميري ومعاه قيادات العسكريين كانوا مدعشيين في بيت عبدالخالق محجوب عملت ليه ونالعشة نعمات مالك دخل علي عبدالخالق محجوب قال ليه عمل ليلين عشة معانا جعفر نميري ومجموعته دي والجماعة دي المصممين على الانقلاب عملت ليه ونالعشة من بيته لبسه رسمي ومشو خور عمر بارك المسألة دي وبعد وصله شوف شوف الانتهازية اول حاجة اداهن تلاتة من مسؤولي الحزبة الشيوعي في الجيش السوداني اللي هو باب كرنور وهاشم العطاء وفاروق حمد الله وبقية الصفة الصفة الثانية كله بتاع الحزبة الشيوعي يتحرك مع أخور عمر دعما لجعفر نميري والحكومة اللي تكونت يوم خمسة وعشرين مايو في أحداشر وزير الشيوعي حداشر وزير الشيوعي يعني لو جاء اله لينين ما ممكن نعمل العمل عبدالخالق محجوب واللجنة المركزية الحزبة الشيوعي ما عملوا لي مايو ويوم خمسة وعشرين هن طلعوا بيجاي كتب ليه بيان شوف شوف الانتهازية والجبن الحزبة الشيوعي كتب بيان بيد عبدالخالق محجوب إن الذي حدث في خمسة وعشرين مايو انقلاب عسكري قامت به البردوازي الصغير المعروفة بمواقفها المترددة والتي لن تنجز برنامج الحزب ولا القوة السورية في مرحلة الجبهة الوطنية الديمقراطية بيانه ده كتبوا ستالين من الخمسين كل مرة تجددوا بنفس الطريقة وزعوا البيان ده عارف لانتهازية عشان لو حصل عشان لو حصل انهيار للانقلاب وقبضون يقولوا والله بينه وبيكون هذا البيان الحزب الشيوعي هدان انقلاب بالله في أخلاق في لؤم في الأخلاق زيدة إيه تتحرق عساكرك وتستلم الوزارة وتطلع لك بيان صباح ستة وعشرين تقول والله نحنا ضد الانقلاب مش كده وبس ديل عملوا الحاجة الوحيدة السبتت مايو بعد ضرب الحكمة الديمقراطية الحاجة الوحيدة السبتت مايو الموكب بتاع اثنين يونيو بتاع العمال اطلعوا الشفيع احمد الشيخ وقال للعمال وكوادر الحزب الشيوعي نحن الهتافات بتاعتنا دايرينها من ساحة القطر سستمع في مكة فيها جماعة لؤم زي غير يعني فيه انتهازية اكتر من كده واي حاجة عملوها اي حاجة عملوها واي استفادوا منها تنكروا لها حتى حتى التأميم وبعد اما انا اسب فيه مايو دي اي حاجة ممكن اعملوها ضد خصوم عملوها حتى اتحاد طلاب جامعة الخرطوم دا البعتد دبيه طلاب جامعة الخرطوم دا حل 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 المنبر الحر الوحيد للطلاب طردوا ناسه وقالوا ما في حاجة يسي من اتحاد وطردوا اساتيسة الجامعة الخصوم ورفعوا الشعار لن تظل الجامعة ها جزيرة الرجعية في وسط ثوري متلاطم وطلعوا في دبابات العساكر اضرب اضرب يا ابو القاسم حاسم حاسم يا ابو القاسم والغنى والاناشيد واشتراكين وعلى ضرب النضال ماشين ويتعارفين القصة دي محجوب شريف دا كل سطوة الابداعية طلعت في مايو هم السبت ومايو مشكلة وبس حتى انا دا اضرب لكم الامثلة في انه اعملوا الفعل واتقوه ببيان هم كانوا وراء التأميم والمصادرة التي ضربت الاختصاد السوداني الى الان وبالمناسبة كذابين انهم وقفوا ضدهم بعد التأميم والمصادرة عملوا احتفال في مصمح كريكاف في بحري جا حضر عبدالخالق محجوب قال الان اصبحت الطليعة والشغيلة السودانية في غلب معركة الانتاج وسندخل العمال الى مجالس الادارات والادارة ونفتكر انه الذي حدث بالتأميم والمصادرة التصحيح لحركة الاقتصاد في بلادنا موجودة القصة وهي جو حس يقول لك والله احنا كنا التأميم والمصادرة كأنه شعبي ما بيقرأ ولا كأنه التاريخ وكتابته وتوسيقه وكان قاصر عنه كذلك في الجزيرة هم العمل اي حاجة حركوا كوادر واشعلوا الفتنة وحركوا جعفر لميري وما شهد عبدالخالق محجوب فرحا مثل ما يومان سمح ضر الجزيرة ابو وادنباوي وكتب فيها وسيقة كتب فيها وسيقة قال انه رغم خلافنا مع النظام يجب ان لا نقلل من الضربة القاصمة التي تعرضت لها الرجعية في ابو والجزيرة ابو حيث قصمت قواها العسكرية التي كانت تتصدى ضد الثورة وتطورها الطبيعي نحو الانتصار صوبة الاشتراكية بيام مشهور جدا جابه من القاهرة واحدة من وسائق الحزب الشيوعي الخجلان عليها مش كده مش خليها ما يدل كان فيها شراكة مع البحسيين والناصرين نفس التحالف الحاصل ده التحالف الحاصل ده الآن عاس فسادا في البلاد وصل وصلنا يعني مدارك السحق الأخير ها من من الهبوط والانحدار في السياسة والاقتصاد والعلاقات الخارجية نفس التحالف الشيوعين والقوميين العرب والبحسيين نفس التحالف مش كده بس انتهازية حتى بالذي يصنعونه بأنفسهم لو قلنا ديك فيها شراكات تسعتاشر يوليو دي عمل الحزب الشيوعي كاملة ما لقوا الشجاعة ما لقوا الشجاعة فينهم يتولوها لما انطلعوا البيان بتاعتهم اشهر عبارة فيه ان تسعتاشر يوليو ها تهمة لا ننكرها وشرف لا ندعي حتى العملوها بعيدين انكروها حتى اللي زي يفعلوها بعيدين وتنكروا لجرائمهم وكده لحد ما طلع سرور ده واحد من ضباطهم الكان مسؤول عن ال الكان مسؤول عن القصر هو اللي طلع كتابه الان موجود الضابد ده طلح كتاب مشهور الشيوعين قاعدين اشتروا نوسقه الكتاب ده طلع سرور ده واحد من ضباطهم ده الان موجود في كندا طلح كتاب قال الحزب الشيوعي هو الذي قام بمزبحت بيت الضيافة وقال انا كنت مسؤول الحزب عن العملية دي حتى قال لما انحردله واحمد جبارة قلت لون حصل شنوه سلطة الرزاز قال لي تشخ رفع قال يده على على عنقو قال لي تشخ ضمحناهم يعني يعني ما في جرائم حصلت في تاريخ السودان يعني الحزب الشيوعي ده كان من منها قلبا وفكرا ويدا كلها دم كلها دم كلها حقد حسع جو قبل مما جات السورة الما عملو شنو شتايم وإقصاء ومحاكمات وازدراب الإسلام وازدراب القرآن وازدراب اللغة العربية وقوانين وتخويف للقوة الوطنية العشر السبعة وزمة عملو العشر وزمة عملو أي حاجة غزرة حصلت قبل سنة وشوية في تاريخ السودان ده عملوها كل المظالم أسوأ ما في قلوبهم من أحقاد وسوءات عملوها في مجال الاقتصاد في مجال في مجال الاقتصاد في حاجة للسياسة في الأمن في الجيش غلبهم يدمي ان يفتتوا يفتتوا الشعب السوداني أخلاقه قيمه تاريخه ما عندهم ولا لأي أي مأثرة وأي أمجاد لهذا الشعب السوداني ده حزب الشوية ما عنده لها أي احترام لا دين لا أخلاق لا تاريخ أقروا أقروا أدبياته أقروا أدبيات الحزب وأنا قلت مية مرة قلت له نقروا الميدان دي من أول يوم طلعت للليلة لا ذكرت الرسول ولا ذكرت رب العزة ولا صلت على المصطفى ولا ما عندهم صلة بالشعب والله أنا لقيت مجموعة من اليساريين العرب في موسكو من سافرت تقريب ده للجراحة دي لقيتهم هناك مجموعة من الشيوعين السوريين مجموعة من الشيوعين المصريين وكده القرب في الاتحاد السوفيت وكده فسألتهم عن الشيوعين السودانين قال لي يا أخي ديل أسوأ من اللي نحن شفناها في تاريخ اليسار العربي قال لي يا أخي ديل كلهم مشوا المؤسسات الأمريكية سقط الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية دي واحد منهم قعد ما فيه كلهم تحولوا إلى مخابرات أمريكية وأوروبية ضد أمة الإسلام والعروبة وبعدين قال لي يا أخي اليساريين السودانين ديل الوحيدين اللي ها عندهم أي ولا للثقافة العربية والإسلامية الحاصل شنو عندكم في السودان قلت لهم دي ملة أول حاجة قلت لهم حزب الشيوعي السوداني ده عملوا أرمن وإنجليز وخونا وبعدين جاء انتهى منه هنا الريكوريال اليهودي ما عندهم صلة أبدا بالقيم ولا القيادات العربية ولا التاريخ العربي الإسلامي ولذلك ما في أي غضادة ولا غرابة إنهم يصبحوا الآن أولاد أمريكا الجديدة الإمبريالية الجديدة كل العناصر الموجودة كلهم الآن في أمريكا كلهم في الدول الغربية أصبحوا مجموعة من الخونة والقيادات زي الجوانة ده حسي وزارها دي عمر قمار الدين ده قال أنا كتبت التوصية وكتبت المعلومات التي أدت لوضعي اسم السودان في قائمة الدول الممارسة للإرهاب وفي قائمته وأنا لست نادما على ذلك بالله في خيانة أكبر من كده في شعبي مسكين ومضلط زي الشعب السوداني يجيك زول زيدة يساري حاقد يجي يقول لك أنا دخلتك قائمة الإرهاب تجد بقي وزر خارجية وتدفع دم قلبك تلتمية خمسة وثلاثين مليون عشان يرفعوك من قائمة الإرهاب العمله ذاته في شعبي مسكين أكثر من الشعبي ده حس جوش يعين وبراءة وبراءة الأطفال في عينهم قالوا نحنا بمنتخل هنا قالوا نحنا دارين نطلع من الإجماعة الوطنية والحرية والتغيير هذا طرفنا منا بعدين إذا عدت دار أول حاجة تحاكم على كل الجرائم التي قمت بها ضد هذا الشعب وضد تاريخه وضد قيمه والتجاوزات والسرقات والتعينات وسرقة السورة والمحاصصة وخيانة الشباب دي كلها تتحاكم عليها سياسيا وقانونيا واخلاقيا وفنيا كلها تحاكم عليها حس جاي يعني خلاص نحنا قاعد عندنا يعني عندنا قنابير زي ما بقوله داير الآن تخرج وبراءة الأطفال في عينيك تجي تقول والله أنا الآن هذه الثورة خرجت على مواسيقنا وبرنامجنا ولم تستعب لنصيحتها ولذلك الآن نحن خرجنا على الإجماع الوطني وحرجنا على الحرية يا سلام انت قايلة بالسهولة دي تحسبوا لعب شليل ترتار وقيرة جري ونطيت بطان فوق الدميرة خلاص خلاص يعني دايرين عاملين أولاد شطار بترتبوا حس في باسبورتاتكم ماشين للعواصم الضباب لأحضان زوجاتكم ووظائفكم خلاص انتهت فترة العارة أيها الحزب الشيوعي وأيها اليسار انتهت بعد وصلت لنا الدرك الأسفل من النار من المجاعة والبؤس واللا أمل واللا مستقبل خلاص يعني انت تفوتوا تفوتوا وين تلقوا عن غافل لازم تحاسبوا أمام محكمة التاريخ لهذا الشعب الصابر المسكين لازم تحاكموا بعدين آآ كمان عاملين حرفة دايرين يلقوا الجري والطيران دايرين يلقوا الحسنيين الشهادة والجنة حسي قالوا والله إن احنا طالعين طلعوا لهم وريقة زي ما وطلعوا وريقة في مايو وطلعوا وريقة في اكتوبر وطلعوا وريقة في يوليو كده جو قالوا والله إن حضرين تمشوا وين دايرين اول حاجة اول شي وين وزراكم اول شيلوا شيلوا وزراكم الفاشلين دايرين معاكم شيلوا معاكم اول حاجة شيلوا محمد الجزير شيلوا كل كل الفشل داير شيلوهم معاكم وبعدين لو ما شلتوا ونتوا قال لهم شعب السوداني وخليون والله يتنظفوا بالواحد كمجرمين يعني دايرين الآن الأولاد خلاص قالوا قائلين إنهم بيغشوا الشعب السوداني بيقشوا الغوة الحية دايروا والله والله القوة الوطنية الجاية دي دي التمانية وتسعين في المية اللي بتضحكوا على دي التمانية وتسعين في المية الجاية دي التمانية وتسعين في المية الجاية دي واقع من السماء عشر مرات ما حتخلي فيكن ولا ولا طفايا النار انتوا انتوا دارين تمشوا تمشوا بسهولة دي أول حاجة الآن هم يسيطرون على كل الإدارات بتاعت وزارة الصحة وخاصة الإدارات العندة علاقة بالمنظمات الدولية وهيات الصحة العالمية والأوب أو كده الحاجات اللي فيها دولارات دي سكنوا فيها كوادر المعندة قيمة والعندة قيمة دي سكنوا دي يطلعوا بالواحد مسكوا كل إدارات وزارة الخارجية يطلعوا بالواحد مسكوا كل الإدارات بتاعت الصحة ها في في الولايات يطلعوا بالواحد سكنوا أنفسهم في كثير من الواقع يقول والله ده ما عينوا الحزب الشيوعية هم نعرفكم الله بنعرفكم زي جول بطر بشهادة الميلاد بنعرفكم كوادر وطلاب وأسر كلكم بنعرفكم دارين تمشوا دارين تقعدوا أقعدوا لكن دارين تمشوا بورقة عشان حسع دي خلاص رتبوا كل الكوادر المتاعتهم المتفرغة عملوا لهم وظائف في الخدمة العامة وقالوا لهم يقولوا انتم ما شيعين واصرفوا مواهبكم الحزب الشيوعي الآن بيقى خالي مسؤولي عن تفريقكم ورواتبكم الآن الشعب السوداني بيقى ادفع للحزب الشيوعي رواتب كوادر المفرغة بالواحد تطلعوا مش تمكين ولا اخصاء لأنكم طلحتوا طلحتوا تطلعوا بورقة تقولوا الله نحن ما شينوا كده تفضلوا أمشوا للحلو بتاعكم ده أمشوا للامريكان بتاعينكم ده لكن الشعب السوداني منذ الآن لا يستطيع أحد أن يستغفله أو يستحقره أو يخدعه الحزب الشيوعي سيدفع السمن غاليا على هذه الفترة الجديبة في تاريخ الشعب السوداني الشعب السوداني الذي كان في عمره لا يعرف مسغبة ولا يعرف جوع ولا يعرف اضطهاد ولا يعرف خوف ولا يعرف جريبة بهذه الكسافة التي أصبحت جزء من الثقافة العامة الحزب الشيوعي يجب أن يدفع الثمن غالي ليس بتصفية الحسابات ولا بالقانون وبالمحاكمات السياسية قضى فترة دي كلها لم يقدم بين الشعب السوداني لا مشافهة فكرية ولا ندوة بالله من الحزب الشيوعي دهن مما جهت لحد الليلة سمحت لكم في في أي وحدة من مواقعه ندوة وحدة ندوة وحدة فكرية يستخطيب بها الشباب ده سمحت يوم واحد الحزب الشيوعي يدعو لندوة حول تجربة الماركسية في العالم انتقاد للتجربة الاشتراكية في العالم تجربة في الحركة السياسية السودانية علاقة بالدين علاقة بالعلمانية برنامجه الجديد ما التطور الذي حدث في برامج الاشتراكيين الأوروبيين والأحزاب الاشتراكية ماذا حدث لليسار السوداني بعد انهيار الاتحاد دي كلها ندوات فكرية الماركسية والدين الماركسية والإسلام رؤيتنا للإسلام تقدمية الإسلام دي كلها ندوات كل اليسار العربي دي شغال فيها شفتوا ليكون يوم واحد صديق يوسف ولا محمد مختار هون زاتوا زاتوا ما عندهم علاقة بالأفكار الكيزان جوا الكيزان قاموا ما بعرف شين زات حاجة كده بتاعت ناس أميين وين الأفكار بي من حسي حكمه البحثيين والناصرين وشيوعين سمحتوا ليكون يوم واحدة ندوة فكرية وقيمة انتم ندوة حول القومية العربية وعلاقتها بالسودان والإسنيات والأفكار الجديدة وعلاقة الإسلام بالعروب وهل هي هل هي عرق أم دين أم فكرة دي كلها أسئلة صعبة الشعب السودان يوم واحد ما دعملت ندوة عند البحثين عندها بعد فكري ولا ندوة عند الناصرين عندها بعد فكري بعد سقوط شعارات القومين العرب والنكسات والاضطرابات والتوريس ما بعد 52 لمجموعة من العساكر إلى اليوم وين التجارب الفكري والحزب الشيوعي ما هذه أحزاب من الشعارات والهتافات والبزاءات وأنا جزي ما قلت في الحلقة الفاتة قلت والله أراض الله سبحانه وتعالى رغم المرارات والجوه والجهل والجامعات المغلغة والمدارس المغلغة أراض الله سبحانه وتعالى خيرا بهذه البلاد حين أتاح هذه الفرصة لهؤلاء الأوباش بإنه أن يحكم هالفترة الفاتت تعروا تماما أمام الشعب السوداني كل مزاعمهم وإدعاءاتهم وغنياتهم وأناشيدهم طلعت صفر على الشمال مجرد أحلام رومانسية لمجموعة من 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 الذين لا قيمة فكرية لهم ولا قيمة وطنية ولا برامج ولا قيادات يعني الآن أنا أفتكر إنه الشعب السوداني ده لو دفع دم قلبه شفت ولو دفع ملايين الدولارات ها عشان يشهد ها سقوط هؤلاء برضو ربعان والآن هم يتوارون خجلا حسب يقدموا في استقالاته وغدا سيقدم بقية الكمبارس استقالاته غدا سيعود ستقود ستعود القوى الوطنية الحية صاحبة الأكسرية ستعود 98% وأنا آزف يا ما 98% هي 99% بكرة ستملل ستملل الساحة وتكتسح الانتقابات وتعيد لهذا الشعب أمجاده وتعيد لهذا الدين أمجاده وتعيد للوطنية أمجادها وتعيد للقيادات أمجادها ويتو أنا متأسف إنكم واحد فيما ايتو 0% ولم يحكم هذا الشعب الواحد صحيح والمية صحيحة 0% مهما ادعى ومهما تعمل كذبا ومهما جعل أركانه من البزاءات والهجاء والرماسية واللغة التي ما قتلت زبابة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته